يا صباح الخير أو مساء الخير عزائي معاكم هاشم العلوي وفي حلقتنا اليوم راح أخبركم على خمس خطوات تقدرون من خلالها الحصود بالمجان على أفضل جودة صوت من أجهزتكم اللي عندكم في الستيديو قبل لا نبتدي الحلقة شاركونا دعمكم باللايك والاشتراك في القناة ومشاركتها مع أصدقائكم نبتدي الآن الحلقة أول نصيحة بتكلم عنها اليوم هي التعرف مرة ثانية على الأجهزة الموجودة عندك في الستيديو يمكن عندك جهاز صار لفترة موجود وتعرف تستخدمه بس يمكن تكون فيه مزايا أخرى ما كنت تعرف عنها أنا عادة لما أشتري جهاز جديد على طول أوصله وأبتدي أشتغل عليه بشكل سريع بعد ما أعرف الأساسيات اللي فيه أبتدي أدور في الإنترنت عشان أشوف إذا فيه أي فيديوهات ثانية تشرح الجهاز بتفاصيل أكثر خاصة على موقع الشركة المصنع على الجهاز بعد ما تطلع على كل هذه المعلومات أبتدي أشوف دليل المستخدم اللي يكون مع الجهاز عشان أشوف إذا فيه أي ميزة ثانية ما كنت متطلع عليها لا تنسي أنك دافع مبلغ وقدره حق هاي الجهاز عشان شيذي تب تكون متأكد أنك تستخدمه بأفضل طريقة ممكنة ننتقل الآن إلى النصيحة الثانية وهي تحسين بيئة العمل عشان أوضح الفكرة أكثر اسأل نفسك كم زر تحتاج تشغل قبل لا تبتدي في عملك؟ كم وقت يأخذ لك لتشغيل كل الأجهزة؟ كم وصلة لازم تركبها قبل ما تبتدي تستخدم الماكروفون للتسجيل؟ وقتك في الستيديو خاصة إذا عندك أي التزامات أخرى عادة ما يكون وقت قليل أحيانا إذا عندك فكرة في بالك وحاب تنفذها بسرعة على ما تشتغل الأجهزة تكون هذه الفكرة راحت من بالك حاول قدر المستطاع أن الستاب عندك يكون مرتب وموصل بطريقة ما تخلينا نضيع وقتنا في إعادة توصيل وتركيب الوصلات المختلفة في الستيديو أشياء بسيطة مثل أنك تخلي الهدفون موصل على طول ويكون معلق قريب من ميكسر راح تسرع من عملك بشكل ملحوظ إذا كنت تستخدم برامج تسجيل مثل Pro Tools أو Logic حاول أنك تستخدم التمبلتز المختلفة للأعمال المختلفة مثلا أنا أخلي عندي تمبلت خاص لأعمال التعليق الصوتي يكون فيها التراك مضبط عليه الكمبريسور والإيكيو وأي بلاجينز ثانيين بشكل دائم واستخدم أيضا تمبلت آخر للأعمال اللي لها علاقة بالساوند ديزاين وأيضا أستخدم تمبلت ثالث للأعمال الموسيقية خذ شوية وقت لتضبيط هاي التمبلتز بالشكل الصحيح لأنك بتسوي هذه العملية مرة واحدة بس ولكنها بتوفر لك الكثير من الوقت لما تبتري تشتغل النصيحة الثالثة اللي بنتكلم فيها اليوم هي تحسين وضع الاستماع في الغرفة أتكلم في هذه النقطة بشكل أشمل في الدورة التدريبية اللي بعنوان كيفية بناء استيديو تسجيل في منزلك واللي راح أخلي الرابط لها تحت في تفاصيل الفيديو هذه النصيحة جدا مهمة لأن غرفة المعيشة غير مصممة بأنها تكون غرفة تسجيل في مفهومين أساسيين هني لازم نوضحهم لما نتكلم عن معالجة الصوت في الغرفة المفهوم الأول هو soundproofing واللي معناه منع الصوت من الخروج أو الدخول إلى الغرفة بصراحة هذا المفهوم صعب تطبيقه لأنه يحتاج إلى عمليات تكسير وبناء غالية في المكان فخلونا نركز في هذه الحلقة على المفهوم الثاني وهو room treatment واللي معناه معالجة الغرفة والتحكم في انعكاس الصوت نقدر نتحكم في مستوى انعكاس الترددات الصوتية في الغرفة بقيامنا بما يسمى بتكسير التموجات الصوتية إذا عندك الميزانية الكافية لمعالجة الغرفة فأنصح بشراء المعدات الجاهزة من شركات مثل Auralex وPrime Aquistics وغيرها تقدر أيضا تستخدم بعض قطع الأثاث الموجودة عندك في البيت مثل السجاد والستائر السميكة أو مكتبة كتب صغيرة وتخليهم حول منطقة الاستماع عندك في الستيديو خلي في بالك أنك تبي تقوم بمعالجة الأسطح اللي تعكس الصوت مثل الأرضية والسقف والشبابيك في الغرفة فحاول تستخدم أي قطع أثاث موجودة للقيام بتطبيق هذا المفهوم النصيحة الرابعة اليوم هي التأكد من الوضعية الصحيحة للسماعات في الغرفة يمكن سمعتوا من قبل عن أهمية وضع السماعات بشكل مثلث بحيث أن السماعة الصغيرة تكون في مستوى رأس المستمع وتكون المسافة بين السماعتين مساوية للمسافة بينهم وبين المستمع بس اللي يمكن الكثير ما يعرفه هو أن وضع السماع بشكل ملاسق للحائط بسبب لنا مشكلة في الترددات المنخفضة واللي أسوأ من هذا هو وضع السماعات في الزاوية فحاول قد ما تقدر أن تكون فيه مسافة بين السماعات والحائط حاول أيضا تطبيق النصيحة الأولى التي تكلمنا عنها وهي أنك تتعرف أكثر على السماعة وتقرأ دليل المستخدم وتشوف المزايا المختلفة التي توفرها السماعات عشان تكون مضبوطة بالشكل الصحيح في وقت الاستخدام يفضل أيضا عدم وضع السماعة مباشرة على الطاولة حاول أنك تخلي تحتهم شيء مثل هذا الإسفنج اللي بدورها راح يعزل السماعة ويقلل من انعكاس الصوت على الطاولة حاول أيضا أنك تجرب الأوضاع المختلفة للسماعة يمكن تلاحظ بأن بحكم المكان اللي أنت فيه وضع السماعة بشكل رأسي يعطينا نتائج أفضل من وضعها بشكل أفقي والنصيحة الخمسة والأخيرة والتي هي أهم نصيحة في قائمتنا اليوم هي تدريب الأذن على الاستماع بالشكل الصحيح واضحة هاي النقطة صح؟ واضحة المشكلة اليوم نشوف الكثير من الناس تعتمد بشكل كبير على شلون شكل الإيكيو صاير هل شكل صح أو لا؟ احنا في النهاية نبي الصوت يكون صح ما في أي علاقة بين أهمية صحة شكل الصوت على الشاشة والحصور على الصوت المطلوب بعضهم مثلا يشوف صورة لطريقة وضع الماكروفون ويقول لنفسه لازم أخلي الماكروفون أمام الآلة الموسيقية بالضبط مثل هذه الصورة وهذا طبعا اعتقاد خاطئ لأن المهم هو الحصور على الصوت المطلوب حاول تعتمد بشكل أكبر على الأذن وليس على العين خاصة لما تشتغل في الأعمال الموسيقية وحاول تتعرف أكثر على الصوت المعروف للآلة قد ما تقدر اسمع التسجيلات المختلفة لعملك بتركيز أكثر وحاول أنك تحصل على نفس النتيجة لما تسجل الآلة بنفسك الناس اللي تتخصص في دراسة الموسيقى على فكرة يدرسون بشكل جدا مكثف مهارة الاستماع فقط يعني يقعدون يسمعون المقطوعات المختلفة من الموسيقى العالمية من كل أنواع الفرق الموسيقية والأوركسترات أنت أيضا كمهندس صوت لازم تتمرن على كيفية تسجيل الأصوات المختلفة وفي نهاية حلقتنا اليوم أعزائي لا تنسوا تعطونا اللايك وتشاركون في هذه الحلقة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد من المشاهدين أتمنى لكم دوام الصحة والسعادة واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة